اشتركوا في القناة بحث لم يعد هناك حاجة لشراء اية عقود ورقية من مختلف منافذ البيع المختلفة وباتت هذه العملية سهلة وميسرة من خلال الحصول على العاقد من الموقع الالكتروني للبلدية ثم استكمال اجراءات التصديق وحول تفاصيل هذا الموضوع يساعدنا استضافة ضيفنا في استوديو صباح الشارقة الاستاذ حامد حسن القائد مدير ادارة التنظيم الاجاري بالوكالة في بلدية الشارقة يا هلو يا مرحبا بك يا مرحبا وسهلا فيك حياة الله الله سلم كافيك نتكلم عن هذه الخدمة الجديدة التي تقدم لكل عملاء بلدية الشارقة بداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة وتاحت الفرصة لأننا نوضح الخدمات الجديدة التي يتم طرحها في بلدية مدينة الشارقة طبعا الخدمة هذه نحن اليوم في بلدية مدينة الشارقة حريصين دائما على تقديم الخدمات وعلى استمرارنا في عملية التحول الرقمي نعم بمختلف الخدمات والتعاملات التي موجودة في مختلف القطاعات في بلدية مدينة الشارقة ومن خلال برنامج ومشروع سابق نعم ومن هذا المنطلق اليوم نحن نطلق خدمة جديدة وهي طلب وثيقة العقد الالكترونية قبل في السابق كان المتعامل يحتاج أن يحصل على هذه الوثيقة عبر منافذ البيع المختلفة في الإمارة الآن بإمكانها الحصول عليها عبر موقع بلدية مدينة الشارقة بمختلف أنواعها سواء كانت وثيقة سكنية أو تجارية أو حتى استثمارية ومن ثم بإمكانها أن يستكمل عملية التصديق عبر الخيارات المتاحة لديه أما عن طريق الموقع الإلكتروني أو عبر مراكز الخدمة المنتشرة في إمارة الشارقة نعم تحدثت شوي وصلت الضوء استاذ عن أهداف هذه الخدمة وشو اللي يميز هذه الخدمة عن الخدمات الأخرى؟ أول شي في هذه الخدمة اليوم نحن كسرنا جميع الحواجز الجغرافية والزمنية للمتعامل في السابق المتعامل يحتاج ويتكفل عناء الذهاب إلى منافذ البيع المنتشرة في الإمارة كذلك يجب أن يذهب في وقت الدوام الرسمي الآن بإمكانها الحصول على هذه الوثيقة عبر 24 ساعة وفي جميع وقات الأسبوع وبشكل سهل وواضح كذلك اليوم نحن عندنا هذه الخدمة ستقلل من عملية الخدمة سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراء هذه كلها عوامل مهمة والعامل الأساسي والهدف الأسماع لنا في هذه الخدمة اليوم نحن نرفع مستوى رضى المتعاملين دائما نطور من الخدمات لرفع والحصول على أعلى معدلات رضى المتعاملين نعم نصلت الضوء كذلك على وثيقة العقد الإلكترونية بشكل مفصل والخدمات التي تقدمها هذه الوثيقة لكل المتعاملين الآن المتعامل بإمكانها الذهاب إلى موقع بلدية مدينة الشارقة نعم أو عبر المنصة الإلكترونية لموقع بلدية مدينة الشارقة الذهاب إلى الخدمات الذكية والإلكترونية من ثم اختيار خدمة أو خدمات إدارة التنظيم الإيجاري من بعد ذلك اختيار الخدمات المتاحة نحن اليوم في البلدية وفي الأخص نتكلم اليوم الخدمات الرقمية متوفرة في جميع القطاعات في بلدية مدينة الشارقة اليوم أنا أتكلم عن إدارة التنظيم الإيجاري نحن في الإدارة أطلقنا ما يقارب 46 خدمة إلكترونية ما شاء الله بصلت الضوء على خدمة طلب الوثيقة الإلكترونية آخر الخدمات بإمكان المتعامل اختيار خدمات إدارة التنظيم الإيجاري من ثم خدمة طلب وثيقة العقدة الإلكترونية ومن ثم اختيار أي وثيقة يحب أن يحملها ويشتكمل البيانات المطلوبة بها سواء كانت وثيقة شكنية أو تجارية أو كانت استثمارية يحملها من الموقع من ثم يعبيها بالبيانات المطلوبة ويشتكمل عملية التصديق يعني كل هذه العمليات وهذه الخطوات تعتبر خطوات بسيطة يعني لا تستغرق أي وقت صحيح؟ تقريبا خلال دقيقة هو بيحصل على الوثيقة ومشاعله ومثل ما قلت بعد استاذ تشمل الإيجارات السكنية والتجارية والاستثمارية نعم الوثيقة موجودة ومتوفرة بتكون في الموقع الإلكتروني هل هناك أي خطط مستقبلية ضمن هذه المبادرة؟ دائما العمل الحكومي عمل متغير باستمرار اليوم الخدمات الموجودة في العمل الحكومي تتغير نعم ونحن في بلدية مدينة الشارقة دائما حريصين أن نحن نواكب ونتماشى مع هذه التغيرات فخدماتنا اليوم ما نوقف لا أطلقنا خدمة معينة هذا مش معناة نحن وقفنا عند الخدمة هذه بالعكس ماشاء الله هذه دائما تعطينا دافع لخدمات جديدة نحن في مطلع السنة 2020 أطلقنا خدمة تصديق العقود عبر الموقع الإلكتروني المتعامل الآن بإمكانها أن يصدق عقود الإيجار عبر الموقع الإلكتروني هذه كانت في مطلع اللي هي 2020 الآن نحن بدينا الخطوات الأولى لمشروع متكامل خاص بإدارة التنظيم الإيجاري بإمكان المتعامل تصديق عقود الإيجار بمختلف أنواعها من الأيت وزد وكذلك الاستمرار في حال حدوث نزاع لعمليات النزاع عبر منصة رقمية متكاملة ودون تدخل بشري يعني المتعامل بإمكانها أن يصدق العقد ويستلم الوثيقة وأنا كموظف ما أدخلت في هذه العملية نهائيا هذا المشروع نحن بدينا الخطوات الأولى فيه إن شاء الله يعني ممكن يتم إطلاقة خلال ستة شهر إن شاء الله وطرق الدفع طرق الدفع الآن الخدمة موجودة نعم الخدمة تصديق عقد الإيجار بمختلف أنواع عبر الموقع الإلكتروني خدمة موجودة كيف عملية الخدمة هذه؟ المتعامل يحتاج أن يدخل الموقع الإلكتروني يختار الخدمات الذكية والإلكترونية نعم من ثم يختار خدمات إدارة التنظيم الإيجاري وبعدها يختار أي خدمة يطلبها خاصة بالتصديق سواء تصديق عقد سكني أو تجاري أطلقت بلدية مارة الشارقة العديد والكثير من الخدمات ضمن التحول الرقمي كيف شفتوا تفاعل المتعاملين اليوم مع هذه المبادرات الرقمية؟ طبيعي اليوم لما أنا أطلق الخدمة وفيها تسهيل وتبسيط للإجراءات التفاعل بيكون بشكل كبير نحن في فترة جائحة كورونا ومع الظروف التي صارت في الفترة الماضية المتعاملين في هذه الفترة لم يكن لديهم خيار التصديق إلا عبر هذه المنصات الرقمية والإلكترونية وبالفعل نحن شفنا التفاعل بشكل كبير وتم استمرار العمل البلدي بشكل متكامل ضمن هذه الخدمات الرقمية المتاحة اليوم أنت متى تختبر نفسك في مثل هذه الظروف إذا شفت نفسك أنت أديت العمل بشكل كامل ومتكامل أتأكد أن هذه الخدمات ممتازة أتأكد أن المتعاملين قاعدين يقبلون عليها ويتعاملون معها بالشكل المناسب نعم نحن نشوفها على الشاشة مع المشاهدين ما فيه إذا شافوا ولا لا ممكن مخرجنا تعيد الصور مرة ثانية الموقع الإلكتروني مجموعة من الخدمات أو الخدمات الأكثر استخداما كذلك لتسهيل عملية الخدمات والإجراءات على المتعاملين مثل خدمة الاستلام عن مخالفات المركبات وكذلك مجموعة من الخدمات التي وفرها البلدية صحيح تكلم شوي عن الخدمات هل يعني مع التطور التكنولوجي اليوم أكيد يعني كثير من التحديثات تحصل وكثير من الأشياء الجديدة والخدمات الجديدة التي تطلق من قبل بلدية كيف تواكبون هذا التطور ذكرت لتشابقا اليوم العمل الحكومي نحن نعرف أن هذا عمل متغير والخدمات متغيرة فاليوم نحن في بلدية مدينة الشارقة التوجه الموجود عندنا في البلدية أن نحن نكون بلدية بلا ورق نعم وهذا يخلق تحدي بين جميع الإدارات اليوم الإدارة موظفين الإدارة يلسون مع بعض يفكرون اليوم كيف أنا أرقي هذه الخدمات التي عندي فاليوم نحن دائما حريصين أن نحن نواكم ونتماشى مع جميع هذه الخدمات الرقمية فهذا هدف أساسي وسامي لنا بهذه الخدمات نحن دائما بنوصل لشولة أعلى معدلات رضا المتعاملين ودائما نحن كمؤسسات اليوم خدمية شوه الشيء الأساسي اللي نحن لازم نركز عليه رفع معدلات رضا المتعاملين لذلك تأكدوا أن أي خدمات رقمية بتكون متاحة عندنا في بلدية مدينة الشارقة بلدية الشارقة اليوم تتعامل مع شاء الله مع مختلف شرائح المجتمع اللي يعرف يستخدم التوكلونوجيا هو بيرتاح ويمكنه بيستفيد أكثر من هذه الخدمات والأشخاص كذلك ربما يكونون من كبار السن اللي هم ما يقدرون يستخدمون مثل هذه الخدمات في هذه الحالات كيف يتم التعامل مع هؤلاء الآن لازم نحن نتفق اليوم أن إذا أنا حب أني أنا أطور عملي لازم أن هذه الخدمات أوصلها بالطريقة الصحيحة للمتعاملين اليوم نحن عندنا قنوات نشرح آلية التعامل مع هذه الخدمات كذلك الشخص اللي مثلا ما عرف أنه يتعامل مع خدمة معينة موجودة عبر الموقع الإلكتروني بالعكس أخواننا الموظفين موجودين ويقدمون له كامل المساعدة ممكن حتى الموظف نفسه يقدم لها المعاملة هذه على أساس أن دائما في تغير في خدمات معينة نحن نحتاج وقت أن هذه التغيرات يبدأ المتعامل أن يتعود عليها فدائما متعاونين مع متعاملين في نحن نوصلهم هذه الخدمات بطريقة صحيحة اليوم في خدمات موجودة بصورة رقمية وكذلك لها خيار ثاني اللي هي الصورة الاعتيادية كمثلا اليوم تصديق عقود الإيجار موجودة في خيارين أنت كمتعامل عندك خيار أنك تصدق عقد الإيجار أما عبر الموقع الإلكتروني أو أنك تصدق هذا العقد عبر مراكز الخدمة اللي منتشرة في إمارة الشارقة مراكز تسهيل فدائما نحن نحاول أن نوصل هذه الخدمات بشكل سهل وسلس للمتعامل وإذا كان المتعامل يواجه هذه الصعوبة نحن موجودين أن نقدم لها المساعدة على أساس أنه يتعود على تخديم الخدمات بشكل رقمي متكامل بالنسبة للموظف الذي يقدم مثل هذه الخدمات هل يتم تهيئة هذا الموظف؟ البلدية دائما حريصة في إدارة الموارد البشرية وقسم التدريب الدورات التدريبية مستمرة اليوم أنا كشخص مثلا في إدارة التنظيم الإيجاري عملي قانوني أنا دائما أدخل دورات قانونية عبر البلدية من خلال البلدية كذلك موظفي خدمة المتعاملين يبدون يدخلون هذه الدورات الخاصة في عملية التعامل اليوم كيف تتعامل أنت كموظف مع متعامل أمامك كيف توصل له الخدمة كيف أن أنت تعطي الأشياء المطلوبة منك كموظف للمتعامل فالدورات مستمرة وبشكل أسبوع اليوم نحن الموظفين يلتحقون لهذه الدورات التدريبية نعم ولكن الخدمة ما زالت متاحة في الأفرع نفسها سواء في مدينة الشارقة وفي الأفرع والبلديات الأخرى صحيح؟ نعم متاحة الخدمة نحن أطلقناها من فترة التي هي خدمة طلب الوثيقة المتعامل من قبل اليوم كان بإمكانه أن يدخل على موقع بلدية مدينة الشارقة والحصول على هذه الوثيقة واستكمال عملية التصديق نعم يمتطلقون أي خدمة رقمية هل هناك تعاون ربما تقوم بها البلدية مع الهيئات الأخرى؟ هل هناك برامج معينة؟ أكيد اليوم نحن أغلب خدماتنا ممكن تكون مرتبطة بجهات حكومية أخرى نعم فاليوم أنا لما أطلق أي خدمة تتعلق بجهة حكومية مرتبطة معي في هذه العملية بالعكس نحن نخاطبهم بشكل رسمي وكذلك ممكن نرسل نحن فريق عمل لهذه الجهات لتوضيح هذه الخدمة والمتغيرات التي طرأت على هذه الخدمة نعم كذلك الخدمة لما يتم إطلاقها يتم نشرها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في موقع البلدية أو كذلك في منصة الإنستجرام وكذلك منصتكم الكريمة اليوم فالخدمات نحن نحن نوصلها لأكبر شريحة من المتعاملين بشكل واضح هل تتلقون بعض الشكاوة؟ قلنا ما نقول الشكاوة من بعض الصعوبات من قبل المتعاملين في مسألة استخدام بعض هذه الخدمات وكيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ موجود اليوم في بلدية مدينة الشارقة رقم متخصص اللي هو 9-9-3 نعم ولمدة 24 ساعة بإمكان المتعامل أن يستفسر عن أي شيء يخص البلدية فاليوم كيف عملية التصديق؟ كيف أقدر أقدم الخدمة هذه؟ الأخوان في هذا الموضوع هم دائما متعاونين مع المتعاملين كذلك المتعاملين بالإمكان لهم أنهم يونع ويمرون علينا في الإدارة ونحن نقدم لهم هذه الخدمات ونوضحها لهم بشكل واضح وشلس اليوم الخدمة مهما هو المتعامل يشوفها صعبة تأكد أن الخدمة جداً بسيطة لكن يحتاج فقط أن يتعود على أن يستخدمها الإعلان الذي تم طرحه في مواقع التواصل الاجتماعي نزل باللغة العربية وباللغة الإنجليزية جميل ما نزل بلغة وحدة نحن اليوم في الإدارة عندنا بروشرات بثلاث لغات اللغة الإنجليزية واللغة العربية واللغة الأردو هي موجودة كذلك نحن نوصل الخدمات لجميع شرائح المجتمع بمختلف الجنسيات نعم أستاذ حامد بما أنك تكلمت عن مواقع التواصل الاجتماعي نتكلم عنها أكثر والمحتوى التي تقدمها بلدية مدينة الشارقة والبلديات الأخرى تابعة لإمارة الشارقة اليوم شيء رئيسي هي منصات التواصل الاجتماعي كل الجهات الحكومية حريصة عنها توصل الخدمات التي تقدمها الإنجازات توعية المتعاملين عبر هذه المنصات واليوم ما شاء الله نحن في بلدية مدينة الشارقة منصاتنا دائما فيها جديد دائما تلاحظين البوست ينزل بين ممكن نص ساعة تشوفين بوست تاني فعالة جدا فعالة جدا نعم المتعاملين الآن هم كأنهم معانا في البلدية كأنهم موظفين في البلدية عارفين كل صغيرة وكل كبيرة شو الإنجازات شو الإجراءات شو الخدمات فهذا شيء أساسي اليوم في عملنا نحن في العمل البلدي أن نحن نطلق كل الخدمات عبر هذه المنصات نوضحها نوعي الناس نثقف الناس في بعض الإجراءات في بعض المخالفات التي تحدث لأن هذه مثل ما تقول منظومة متكاملة فيها بلدية وكذلك فيها أفراد المجتمع يعني بإمكان المتعامل أن يتواصل معكم عبر هذه المواقع بشكل مباشر؟ أكيد أخوانا في إدارة التواصل دائما وخلال 24 ساعة يردون على جميع الاستفسارات التي تكون في منصات التواصل الاجتماعي نحن معهم كفريق عمل واحد سواء كان موظف أو كان شخص ماسك هذه المنصة في التواصل الاجتماعي أو موظف تابع لإدارة معينة أو حتى مدير إدارة فهذه الجميع يشتغلون كفريق عمل واحد نحن دائما نتعاون إذا فيه استفسار معين يتم الرد عليه بأسرع وقت لو تلاحظين أنت حتى أي استفسار في منصات التواصل الاجتماعي تلاقين الردود بشكل سريع من بلدية مدينة الشارقة الله يقويكم يا رب قبل أن نختم اللقاء معك نصيحة أخيرة توجهها للمتعاملين أنا بقدم النصيحة في ما يتعلق بتصديق عقود الإيجار نعم اليوم نحن أي علاقة إيجارية رح يكون فيها أطرف رح يكون فيها مالك ومشتاجر أطرف العلاقة الإيجارية مهم دائما أنهم يعرفون ما هي الالتزامات اللي عليهم وما هي الحقوق اللي لهم اليوم أنت كمتعامل أو كطرف من طرفي العقد هذا إذا عرفت الالتزامات والحقوق اللي لك بتتجنب كثير من المشاكل التي ممكن أن تحدث في المستقبل نعم كنزاع إيجاري أو غيرها فمهم أنك تطلع اليوم على القانون اللي ينظم هذه العلاقة الإيجارية مهم تطلع على الجهة التي تنظم اليوم الجهة التي تنظم عقد الإيجار هي بلدية مدينة الشارقة مهم أنك أنت تراجع البلدية ما هي الإجراءات في هذه الحالة أنا أخذ دائما المعلومة من أصحاب الاختصاص مش أخذها من العوام اليوم مثلا إدارة التنظيم الإيجاري مختصة في عملية تصديق العقود أنا أخذ المعلومة من موظفي الإدارة بشكل رسمي على أساس أني أنا أتجنب أي نزاعات مستقبلية ممكن تحدث على هذه الوثيقة يعطيك الصحة والعافية شكرا لك على تواجدك معنا اليوم في استيديو صباح الشارقة شكرا لك أننا تواجدنا معاكم اليوم إن شاء الله نحن أفدنا أخواننا المشاهديين في هذا التواجد حياتك الله يحييت الله يسلمك إذن مشاهدينا كل شكر والتقدير لأستاذ حامد حسن القائد مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالوكالة في بلدية إمارات الشارقة ومدينة الشارقة بشكل خاص إذن مشاهدينا مستمرين متواصلين معكم لكن بعد هذا الفاصل ونصيحة طبيب